بسم الله والابن والروح الكدوس لله الواحد امين النهاردة دي عاشية الاحد الاول من شهر ابيب وزي ما انتعرفين خمسة ابيب عيد استشهاد القديس بطرس وبولس عيد الرسل واللي بص في شهر ابيب يلقى الكنيسة حطت كل الرسل فيه تداوس لباوس حطتهم كلهم في شهر ابيب فالقرايات متركزة خالص في العاشية وفي الاداس على ارسالية المسيح له المجد للتلاميذ لكي يبشروا بملكوت السماوات دي مملكة ولما تقرأ في الارسالية على طول تتأكد ان دي مملكة سماوية يعني احنا عارفين تاريخ العالم وتاريخ الممالك زي مملكة بتستبلش الكنجدوم بتاعتها دي عاوزة اسلحة وعاوزة جيوش لكن بص مملكة المسيح ازاي ارسلهم وايه الاسلحة بتاعتهم هنكلم في الاسلحة دي بكرة ولكن اللي لافت نظر النهاردة الحقيقة واحد سألني من كم يوم واحد مسيحي تربي في الكنيس بس يظهر افكار العالم بتدى التأثر فيه فقال لي يعني وانت مين يأكد لك ان قصة المسيحية دي قصة حقيقية يعني ما احنا بنقر على روايات كتيرة وكلها من خيال الانسان وبعاين بتتعمل افلام وبعاين الناس بتصدقها وبعاين احنا عندنا دين مثلا في العالم النهاردة فيه اكتر من بليون واحد قصة ولكن انتشرت فهو بيقول لي انت يعني هل انت متأكد ان قصة المسيحية دي قصة حقيقية طب طب تتأكد ازاي هي بقى اللي يعني لفت نظري في انجيل العاشية ان حقيقة المسيحية هي في انها انتشرت ب زيره امكانيات بشرية انا مش هتكلم في النواحي التاريخية ولا الحقيقة القيامة ولا المسيح ولا الحاجات انا بكلم من ناحية روحية هي دي اللي حتسندنا ملكوت السماوات انتشر بلا اي امكانية بشرية بصوا بداية الانجيل دعاهم ناشر واعطاهم قوة وسلطان على جميع الشياطين هذه قوة المسيحية كيف انتصر اعطتوا مين اللي عنده سلطان على الشيطان المسيح تابوا ازاي الدهاله وبعدين ايه الامتياز يعني اللي كان فيهم يعني ممتاز عن باقية الناس كانش فيهم امتياز بشري ده اختارهم وقدسوا واعطاهم قوة هنا دي يعني قديس كورولوس الكبير قال انه مجرد ان هو اعطاهم قوة ده اثبت انه هو الاله مين يدي واحد قوة الا انه كان عنده دي يعني ما حدش يقدر يدي حاجة الا لو كانت عنده طب ومين عنده قوة على اخراج الشياطين ده الله طب هو كلمة لا بصوا في بداية بصوا بداية الانجيل اعطاهم قوة واخر الانجيل ايه يقول لك ايه كانوا يخرجوا يبشروا يخرجوا الشياطين ويشفو يحجلها بعد شوية الشفاء المرضى لكن قوة اخراج الشياطين دي ده بتاعت الله تخيل بقى معايا يعني انا بس عاوزة تخيل الموقف ده دول جماعة كانوا من الجليل يعني معرفتهم حتى بالنموس ضئيلة جدا ما تعلموش صيادين سمك بوسطة خالص تخيل بقى هما الناس عارفينهم تلقى يمشي يخرج الشياطين ده انت مين ده جبتها منين وبعدين وشفاء الامراض دي بقى بردك عاوز يعني حتى يمكن صعبة شوية بس لازم فهمها طب مين اللي جاب المرض النهاردة العالم كله اكتر ما يزعجه والانسان اكتر ما يزعجه هو المرض طب المرض ده جاي منين واضح خالص ان المرض ده ما كانش من عند الله ودليلي انه اداهم انه يشفوا المرض اللي هو حاجة جاية ضد الانسان واجينست جودز ويل اداهم الحاجتين طول اداهم يخرجوا الشياطين دي حاجة روحية ودهم يشفوا الجسد الحاجة الجسدية كل دي المعاكسات دي سواء هي من عمل الروح الشطان او في الجسد كلها ضد الله لشان كده اداهم امكانية انهم يشفوا المرض امراض الجسد وبتسمع انت في الاسم بقالك كل الصوم الرسل ده يقولك ايه كان ظل احدهما يشفى الامراض ومناديل وعصائب الاخر تذهب الارواح وتخرج الارواح الشريرة شفاء المرض الجسد طب ده راح ليه ليه راح هل لان الله يعني ما عندوش تلميس او الارسالية اللي ارسالها دي اتعطلت وقفت طب وقفت بسبب مين يعني انا نفسي بردك عشان نتعلم نقرأ الانجيل اي كلمة قالها المسيح هي دائمة يعني ايه زمان زمان قالك ايه خد تراب الارض وجبل الانسان دي مرة ولكن الكلمة دائمة الى الاب قديس يحنى فهم الده بعلق على المائدة المقدسة خميس العهد زمان بس الكلمة اللي قالها هذا جسدي وهذا دمي دائمة في الكنايس الى مجيء التاني كل الكلمة بيقولها المسيح ابتدت في الزمن والى نهاية الزمن فانا باخد دي ليا اعطاهم قوة وسلطان دي دمي موجود بس مين اللي ياخد مين اللي ياخد واعطاهم شفاء المرضى بس مين اللي ياخد تقول لي انا ما عنديش الامكانيات لا طم ما كانش عندهم امكانيات خالص لو تاخدها من الناحية الروحية هاخد اخراج الشياطين في الاول في التدبير الروحاني يقول لك في حاجة اسمها شيطان الغضب في حاجة اسمها شيطان الزنا في حاجة اسمها شيطان الكذب لان منظور مثلا في العهد القديم انه الشيطان واحد روح قال انا ولا في التاريخ الكنسيا تاريخ الكنسي انه جيه شيطان لبقائش قال له انا هعمل روح كذب هيقلب المدينة دي كل واحد من الشيطان جاي يقول له على امكانياته لغاية ما جيه واحد قال له انا بقالي سنين بامشي ولا الراهب لغاية نوقعته في الزن قال له انت اعظم من فيهم ففي حاجة اسمها شيطان الكذب طيب هنا بقى الموضوع بقى يخصني انا ازاي اخرج انا شيطان الكذب مني او من غيري او اخرج شيطان النجاسة والزنا او شيطان الغضب نمر واحد لازم انا اكون متخلص منه انا يعني الغضوب صعب خالص انه يخلص واحد من الغضب لكن شفتش واحد غضوب فيه شيطان الغضب وعيد قابل مع واحد ادر انه يتغلب على شيطان الغضب جواه ويطلعه تلقى الغضوب ده لما يتعامل مع الشخص الهادي يسفى قال لك انك كبيت مية على جمر نار والعكس لو غضوب قابل واحد غضوب تشاعل الكسب نفس الحكاية فالموضوع يخصني انا في الاول دعوة المسيح وقوته وسلطانه دي لنا اعطانا قوة وسلطان على جميع الشياطين سعاوز الواحد ياخد القوة دي ويتأوى ويواجه نفسه ويواجه الشياطين اللي جواه دي ولما بالقوة اللي ادهاله المسيح ينتصر هيخرج له ادهاله ويبقى فعلا احنا الانجيل ده بتاعنا احنا تلاميذ المسيح وقوته سلطانه لنا تاني الشخص اللي قال لي من قالك ان القصة المسيحية دي قصة حقيقية اكتر حاجة تثبت انها قصة حقيقية بص زي الملكون دي انتشر وايه امكانيات الرسل كيف انتشر دي قوة الهية ما تقدرش ما قدرش الشيطان يقاون لانه في انجيل بكرة الانجيل ده من القديس لقى في اسحاح تسعة وبعدين اطع الاسحاح شوية تسعة لما راحوا تلاميذ ورجعوا بتاع هيكمله القديس لقى في الاسحاح العاشر هتكمله هتكمله كنيسة بكرة في انجيل القداس يقولك انه رجعوا فرحانين خالص وبعدين المسيح قال لهم انا شفت الشيطان ساقط مثل البرق ما ادرش يقاوم ما احوجنا كماسيحيين ان الواحد يتغلب على اللجوا ده بقوة المسيح الحاجة التانية شفاء الامراض المرض ضد الله ارجوكم تفهموا دي كويس الله بيحب الانسان و مفيش اب يرضى ان يشوف ابنه مريض ما لقى المرض ده ده ضد ضد بس كان زمان ما اعرف حسقيها للصبح كده كان زمان لما ربنا يزعل من الشعب كان يقوم عنهم اربع حاجات السلاح حروب يعني بعدين اوبئة وبعدين طبيعة حراية وكوارس الطبيعة والساب فكان المرض كعقاب بس مش الله هو ده بيسيب بس بيرفع عن الانسان العناية بتاعته لان لان ربنا زمان لما خرج الشعب اسرائيل قال لهم لو مشيتوا حسب الوصايا مش هيجلكم اي مرض من اللي اديتوا للمصرية طب لما مشيوش شال ايتوا طبعا بولس الرسول لما جالوا الشوكة في جاس قال ايه يضربني الشيطان ملاكش عارف فكان في العهد القديم المرض عقاب فبداية الكرازة بالانجيل ان الشياطين ان التلاميذ الاطهار يشفوا المرضى فيشيلوا الغضب والعقاب عن الانسان طب المرض في العهد الجديد اله ما زال هو من الشيطان ولكن لما جي المسيح وخد الجسد وكان الجسد بتاعه من هامة الرأس الى اسفل القدمين مليان جروح بلاش دي اشعية قال امراضنا حملنا واوجاعنا تحملها فشال مرض الانسان كله عليه ودفع العقوبة فما بقاش المرض خالص عقوبة لا طب ليه لسه المرض موجود لانه من اعمال الشيطان ضد الانسان بس لما المسيح امراضنا حملها بقى المرض لما بيجيلي بقى شركة لولا المسيح تقلم كان المرض ما زال عقوبة النهاردة المرض بقى شركة شركة ايه شركة امجاد ان كنا نتألم معه فسنتمجت معه فدخل المسيح في مرض الانسان مدخل رائع انه بقى المرض يقبله الانسان والمسيح شريك معاه الموت ضد ارادة الله اي موت للينا الله هو الحياة طبع ما ايه الموت ضرب من الشطاء اخر عدو يبطل هو الموت هو عدو طب كيف تعامل الله مع الموت بالقيام انا اشبه هلكم تشبيه يضح اتنين بيسرعوا بعض فواحد يقولها ايه ضرب القضية بتاعتك اضرب اكبر ضرب عندك يدي له اكبر ضرب عنه يقع ويروح ايه يبقى القوي ده خالص انتهى هالضرب القضية هي الموت لما اتضرب بها المسيح وقام سقط الشيطان وشقط قوت اعطاهم سلطان يشفو المرضى طب احنا بقى ككنيسة تاني انا حولت اخراج الشياطين ده وحولت ليه طب شفاء المرضى ده انا اعمل فيه ايه بالنسبة لي انا المرض استدعي المسيح شريك طب والاخر كنيسة بقى حملت مسئولية شفاء المرضى دي على عطقها يصلوا كل يوم كل اداس كل صبح صلاة للمرضى كأنه الواحد بياخد المريض ده ويحطه قدام الله طب دي بتاعت الاسيس مين قال مين قال لما تروح تزور مريض اللي يمنع انك تصلي او شيء المرضى مرضى شعبك يا رب شفيهم تعاهدهم بالمراحم والرقفات انزعانهم كل مرض وكل ثقة وما لما بنروح نزور المريض بنعمل ايه ناخد له شوية ورد وشوية حلاوة وخلاص ونوع بنرغي لا لا صلي معاه كأني اخدت المريض ده وحطيته قدام الله اعطاهم قوة وسلطان على جميع الشياطين وشفاء المرضى فكرزوا بالملكوت بهذه الاسلحة اما زوتهم فلم تكن عندهم في شيء لربنا المجدر الابد امين